موسيقى هل سمعتم يوما من الأيام عن فاقدي حياة وعلى قيد الحياة؟ ما هذا؟ أسنع بومباي مدينة رومانية كان يعيش فيها أكثر من 200 ألف ناسم كانت تقع عند سفح جبل بركان فيزوف الذي يتفع بـ 1200 متر عن سطح البحر بالقرب من خليج ناقولي الإيطانية كانت تنعم بطرف وغنان ونحح الله عز وجل شتى أنواع النعم فالأرض كانت تعطيهم أفضل المحاصيل الزراعية والسماء كانت تغضق بمائها عليهم كان أهل بومباي يمتلكون ثروات طبيعية ربما لم يحلم بها غيرهم على وجه الأرض كانوا يفتخرون بممارسة الخلاعة والشدود والرد كانوا يرسمون الصور الخلاعية على جدران منزلهم وأمام أطفالهم وكبارهم لكن السؤال يكمنون ترى ما هي بداية هذه المدينة التي وصفت بالمدينة الملعونة وكيف كانت نهايتها؟ ومنهم أهمها هذا لا سنحكيه لكم أنا أعلم يستي أهلا بكم إلى مدينة الغموض شهدت بومباي مهضة كبيرة وأقبل الأسرياء على تعميرها واصطفها رومان الباحثون عن منتجع للراحة والاستجماع تحول ملاكها الفقراء إلى طبقة سرية جدة وأجادوا الدعاية لبلدهم لما تتمتع به هنا من طبيعة ساحرة كما كانوا فخورين للغاية بأناقة مدينتهم وببيوتهم ذات الطابع النعمري الروماني بشكل خاص والذي لا تقطئه العين في الرابع والعشرين من أب أغسطس عام 79 للميناد لاحظ سكان بومباي ظهور ما يشبه سحابة داكنة فوق قمة جبل في زعب لكن سكان المدينة أهملوا تلك العلامة الدالة على قرب الانتجار والأدهى من ذلك بل لم يستجيبوا لدعوة الإمبراطور الرومانية نيرونا بترك المدينة علما بأن نيرون كان قد حضر العروض المسرحية في المدينة لمدة عشر سنوات كاملة بأمر إمبراطوري كعقاب عام جزاء قيام البعض بأعمال الشغب والتظاهر في شوارع تلك المدينة وهنا اجتمع سكان بومباي في المسرح كي يشاهدوا انتجار البركان خاصة أنهم شاهدوا من هذا البركان خيرا كثيرا فالتربة الغنية بالمعادن لنقول هي التي جعلت زراعتهم مصمرة للغاية وأغدقت عليهم مياه الأمطار التي كانت ترويهم وتسقي زروعهم التي كانت بسبب وجود ذلك الجبل المركاني وقبل الانتجار حدث ما لم يكن في حصبها حدثت هزات أرضية جفت بعضها الأبار وتوقفت العيون المائية وصارت الكلاب تنبح نباحا حزيها فيما صمتت الضيور ورغم كل هذه العلامات تجاهل السكان كل شيء وعند منتصف النهار سمع سكان كومبي تلك الضجة الكبيرة وانفلقت الصخور واتجهت سحب من الدخان والرماد والغبار والأتربة صوب السماء كي تسقط بعدها بنصف ساعة فقط على رؤوس السكان وهنا تمكن بعض السكان من الفرار والنجاة حيث هربوا إلى الميناء واختبأ آخرون في المنازل والنباتي وفي ميلة واحدة فقط اختفت المدينة بأكملها ببساطة تحت وابل من الشضايا والرماد بعمق عشرة أمتار هلك الكثير من سكان كومبي ولا يعرف أحد حتى الآن السبب مرت قرون وقرون عدة قبل أن يفكر إنسان في هذه المدينة من جديد إلى أن جاء المهندس دينفكو فونتانا في القرن السابع عشر المنجيب كي يعثر على أطلالها أثناء قيامه في إنشاء قناة تحت الأرض وبما أن قلة قليلة كانت تهتم هنا بالأثار والتنقيب عنها فقد بقيت كومبي متحجرة بمن فيها تحت الأنقاض وكأن الزمن قد تجمد هناك لم يظل حتى اليوم أكثر من ثلث المدينة مدفونا تحت التراب كشف الباحثون عن مبانيها التي وجدت في حالة جيدة لنقل وعادت المدينة إلى الوجود من جديد بعد ألفين عام تقريبا من اختفائها بل ووجد كل ما تركه أهل أهل وكأنه صنع بالأمس لأن رماد المركاني عمل على حفظها بطريقة ما؟ بطريقة لا تصدق حتى أن بعض بذور النباتات التي طال دفنها كانت منتزل محفوظة وقام الباحثون بإعادة زرعها من جديد حتى يستطيع الزائر رؤية أحواض الزهور كما كان يراها أصحابها من قبل أصحابها الأصميين تماما بومباي مدينة بها حياة لكن توقف بها الزمن هل سمعتم يوما من الأيام عن مدينة بومباي التي فقد أصحابها حياتهم لكنهم ما زالوا على قيد الحياة؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة